وفي منصات نرحب بالزميلة كوثر حمومي التي تنضم إلينا الآن كوثر أهلا ومرحبا بك أهلا بك نوفل أهلا بكل مشاهدي البرنامج وبضيوفه الكرام مرحبا بك كوثر يعني موضوع اليوم هو صحيح المبادرة التي قام بها إبراهيم واجتمعت عليه يعني واجتمع عليها أصدقاء من السائق المهنيين ولكن قد نتطرق لمواضيع أخرى لها علاقة بهذه الفئة المجتمعية التي تقدم خدمات جليلة صراحة للناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم وطبقاتهم البداية ستكون بالمواقع الإلكترونية ومبادرة إبراهيم نعم نوفل فهي مبادرة إنسانية متفردة حركت يعني أقلام العديد من المواقع الإلكترونية التي نوهت بداية بصنيع هؤلاء يعني السائقين سائقوا سيارات الأجرة وطلبت بتعبيمها على كافة المدن المغربية ومن المواقع التي تناولت الخبر موقع اليوم 24 الذي عنونا مقاله بمئة تاكسي لنقل مرضى البيضاء بالمجان كوشك 24 كتب تاكسي فابور مبادرة إنسانية لنقل المرضى مجانا بالبيضاء والموقع الإلكتروني الجهوي كازوي علق بشرة لمرضى البيضاء تاكسي بالمجان في هذا التوقيت مئة تاكسي إبراهيم الذي شاركه؟ ربما في الأول وكين داباك شار من مئة تاكسي غير في الإحصائية دي البرح مئة وواحد 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 من 12 إلى 5 ثلاثية لا حكينا نجد أوكات انطلاقة يعني تطلقوا مع 12 وتطلقوا مع الخمس مع الخمس يعني وقت اللي كي يغادر مثلا اللي جاء الصباح واللي جاء في العشية من تعليق التي رفقت الإعلان عن هذا الخبر نوفل على مواقع التواصل للشماعي هذا التعليق لأحد رواد موقع فيسبوك يقول فيه مبادرة إنسانية جميلة جدا حبدا لو تعمم على صعيد المدن الكبرى على الأقل السيح حميد ممكن نشوف نماذج أخرى مثلا في الطنجة في مراكش ما كيش تواصل بينك وبين السائقين المهنيين مثلا أنه ممكن تنتقل على دوار يلا بدأ بدأ التواصل بدأ مازال حتى نحن مازال جدا نحن مازال جدا عندها تلسة الأسعبية صحيح قلنا أمن أن نشوفها في مراكش شوفها في طنجن شوفها في طوان إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وقد تكون قريبة عندكم هنا في رباط أولا في رباط إن شاء الله مزيح نتمنى إن شاء الله بإذن الله استرقت من النوقات قرأت بالإخوان دي السائقين مدينة ريبط طاقية الحال وشرحت لهم عن المبادرة وكيف ندرنا لها وقلنا نحن نحاول إن شاء الله بأننا ندرها اليوم الاثنين على الساعة التانية عشر وعلى الساعة الخامسة من المستشفى السويسي والبدأ والسطين نعم السويسي نحن نستعينكم أصحاب لا إن شاء الله إذا داروها ويكون تقطيع إعلامية ونحفز زهمتهم إن شاء الله يعني فعل الخير مطلوب إن شاء الله وكما يقول الناس أقر تاكسي أو أستاذ المدرسة أو الطبيب براء إنسان كي يحس بالناس والناس كيتحس به وعلى شاء الله يكون الخير بيناتهم وهذه المبادرة التي تم تبنيها من قبل النقابة سابقتها يعني مبادرات مشابهة كانت متفرقة على المدن المغربية وكانت مبادرات يعني فرضية لسائقين تطوعوا لنقل المرضى مجانا ومن هذه المبادرات نذكر مبادرة عبدالجليل مجاهد بمدينة مراكش الذي تطوع لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة المبادرة تحدثت عنها منصة أصوات مغربية وعدد من المواقع الأخرى وهذا تعليق لصاحبه يوسف راسيخ يقول فيه ما أعدم أن تساعد شخصا هو في حاجة لمساعدتك وتجعله يبتسم في وجهك إلى آخر التعليق جميل يعني أنت ربما تخصصت براهين بشتلقت المبادرة بالناس المراد هو عبدالجليل في مراكش لذوي الاحتياجات الخاصة شيء جيد جميل سائق آخر نوفل كان قد تبنى نفس المبادرة وهذه المرة من مدينة مرتيل الموضوع كان قد نشره الزميل محمد البشري صحفي به موقع القناة معنا نوفل نقلا عن صفحة طانجة اليوم التي كتبت يعجز اللسان عن الكلام مبادرة قمة في الإنسانية والرحمة بمرتيل صاحب تاكسي صغير يقدم مجانا خدمة توصيل ذوي الاحتياجات الخاصة وكانت بركان وأقادير أيضا أطلقت أطلقت فيهم هذه المبادرة من قبل شباب من سائق سيارات الأجرة سعب لله هذه ربما تعكس صورة يعني كنشوفه نحن مراكش كنشوفه تطوان كنشوفه طنجة تعكس صورة مغايرة لعدد كبير جدا مثلا من رواد المواقع التواصل الاجتماعي عن الصورة النمطية اللي الناس ديراها على سائق التاكسي طبعا الحال سائق التاكسي راه هو أي واحد في المجتمع عنده قلب عنده إحساس كيبانه ليه بزاف الحويش في المجتمع أي واحد عنده واحد المهنة كيكون عنده ارتباط بالمهنة مباشرة غير ما بين دار الخدمة دياله ولكن موت تاكسي راه عنده ارتباط بالمجتمع كامل كل الفئات كيشوفها كل مشاكل تشوفها تقريبا فهو قريب من الحادث والاحتكاك يولد الصدع يجيب المشاكل وبالتالي الصدع على الصدع يكون صورة نمطية ومثلا فيهم المشاكل يبغوا مصلحتهم إلى غير ذلك أي عمل يربطك بالناس إلا وفيهم مشاكل واحد المشكل ما شرحوها تنسى والحلطة يمكن تعطوه شبنا دم طريق يعني اللي كانت صعب طبعا بلا هدية غاد يحداك وانتسبقتي والله لا أسبحتي له كوثر وبعد النوفل عن مبادرة نقل المرضى كانت هناك مبادرة جميلة أطلقها شاب من مدينة تتوان وهو سائق طاكسي قرر أن يستقبل زبناءه بزي رسمي مهني خاص بأصحاب سيارات الأجرى مبادرته هذه لقت إعجابا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا فيها احتراما وتقديرا كبيرا نعم السي حميد تحدثنا قبل قليل قلنا أنه كما قال سي عبد الله مرايا السائح أول ما يجي ربما أول واحد يحتك به بعد الناس في المطار هو شوفير تاكسي هذ المبادرة التي تدري ضفت طوان نقدروا نشوفها مثلا من ضمن المبادرات التي تقوموا فيها بعمل جامعوي أنه تهدروا على القيمة المجتمعية وإبراهيم تشكق لك وهذا غير شوفير تاكسي في إدارة في مكان عام كده الزي يعطي واحد الهيبة واحد الاحترام يعني إيش حال هذه المدارس ممكن التلاميذ يمشوا بواحد زي موحد يا سلام تشوفهم في الشارع تشوفهم في الساحة تقول شي حاجة زوينة فيها نوع من تنظيم منظمة وكتتحيل بزز منك تتحتارم هذا الفئة هي بديرة حسنة بزاف كن عقله من قبل كان سائق دير الطاكسي من اللي يدخل هنا في الدرب تقول لك مول الطاكسي وكان كي تضربيه المثال وكان أول حاجة كي تدار هي الهندام دياله كان كي تدار فيه بزاف غير المشكلة اللي وقع هو أن الطاكسي والمهنة بحلية لداز من مرحلة فراغ وطغى على الجانب المادي بزاف ودخلوا فيها متداخلين اللي نقول احنا خارجين على الحرفة ماشي مهنيين في الطاكسي ودخلوا عليها أساء أساء الحمد لله غادي بشوية بشوية احنا غادي نتمنى تكشي غادي بمرحلة بمرحلة وخاتب دا الفكرة غيف كازة تقدر نبعد تعمل على المحافظات بخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وكان حيي هذا الشاب بزاف لأنه شفتها كان حييه بزاف العدلة وخصوصا أنه اختار ألوان لي متناظر برافو ريضا كوفا من تغريداتنا التي رافقت هذا المنشور هذه التغريدة التي يقول صاحبها سائق تاكسي في تيتوان يطلق مبادرة لزيم وحد فهل تنتشر الفكرة دائما نفس نفس التساؤل ومن سائقي سيارات الأجرى الذين أعطوا المثل أيضا في الإنسانية وفي الأمانة أيضا نوفل هو السائق محمد سليم الذي قام قبل ثلاثة أشهر بإرجاع مبلغ عشرة ملايين سنتيم لصاحبها بعد أن عثر عليها في سيارته الأمانة شيء مطلوب أيضا برايم عمرو وقال لك شي حاجة بحالك شي ناس خلى شي صاك خلى شي وقعت لي عدة مرات شي حمار راك واحد كنسى تليفون ديالو أو لكنسى شي حاجة كرجع كنلقى بحال المرة الأخيرة واحد نسى تليفون ديالو حدا يبقى كنت نهي وغي عيط عيط وبطبيعة الحال لم تصل وإن أنا داخل الريبيرتوار ديالو عفوان وتصل بوحد صادق قرأ هذا النمر يرى تليفون ديالو طاح عندي في الطاكسي هذه ساعة كنت في عين الدياب وهو في سباتر ومشيت بطبيعة الحال ديالو عين الدياب سباتر وعطيت الهاتف ديالو لا لم يخلصني يقول غاله سرح الموالدين وما قال لي اخذ تليفون ديالو ساعة ما تعقش علي سعب الإله يشوفون أخبار الناس يشوفون أسار سيدات أطفال صغار الإجراءات التي يأخذها المواطن لا ينسى شيئا في الطاكسي هي ثقافة وبعيدة علينا كزبائن هي لم يرد البال للرقم المأدونية حيث من يريد ركبه في الطاكسي لا يرد البال للرقم المأدونية سيسهل لنا بزاف الحويج إذا نسى شيئا ممكن يمشي مكتب الطائعات تابع العمالة يكون فيها الناس الداخلية مثلا أنا كسائق طاكسي لما لقيت شيئا وما قدرت نوصل لها الملاهة كنت أمشي لها المكتب ونضع فيه كيف اسميت هذا المكتب بالضبط هو مكتب تنقيط البرو دي البوانتاج فين كاتشيت بوانتي وكنحطها تم كيأخذ المعلومات ديالي كيأخذ المعلومات اللي عندي أنا على الزابون مني نهزيت وفين حطيته نعم لقيت اللي كيجي هوية وكيسهول على كيأخذها جميل كوثر ننهي نوفل بهذه المبادرة التي تم إطلاقها لأول مرة في تركيا وتم نقلها إلى مصر وتتعلق بسيارة أجرى خاصة بالنساء وتسمى بالبينك تاكسي أو سيارة الأجرى الوردية وهي خاصة بالنساء ما رأيك نوفل في هذه المبادرة مزيانة ولكن فيها شوية ديال الفصل العنصري بين الرجل والمرة المرة عندك تركيب تاكسي بحالة بحالة الرجل بالعكس ما كيش هذا الحاجز ديال أنه يكون مثلا ربما الأمر كان صعيب ربما في تاكسي الكبير قبل ما يبدلوا الأسطول ربما كانت المسألة صح لا وبعض الأحيان مثلا في حالات الشتاء وإحنا دوزنا من حياة الطلاب وذلك شي كتكون مثلا شتاء أنت واخد تاكسي مثلا بين أقدال وحسان وكيجي كتوقف بنات ديال الجامعة والمرة كبيرة وكيقول لي وخاة أنت أخذيته بوحدك ماشي يركب معك يطلب الإذن يقول لك ويش نقدر وقفون تقول له هزها كانت في طريقك لا يوجد مشكلة يعني لا لدينا هذا الإشكال أنه حساسة أنه تركب معك بنت أو أنت أنا منذر في فين كين هذا في بيروت هذا في مصر المقال بيروت هالة رمضان ربما كاتبة المقال المناسبة أريد أن نشكر السائقات المهنيات التي شاركوا معنا في المبادرة أجواء رائعة كانت زيما صراحة أنها سائقة مهنية تأتي تلبي الدعاء وكاتهز المرضى وكاتتوصل صحية لهم ما حال لدينا عدد نحن الذين شاركوا في المبادرة تقريبا ثلاثة ولكن معنا ما حال كانت في كازا بشكل عام كان عدد كبير رفض فاق العشرين تبارك الله فاق العشرين ووحد السيدة كانت مخدمش بالسيارة وجاءت عونتنا في التنظيم نشكرها بالمناسبة ونشكره جميع الإخوان وبالأخص إيقاد المهنيات براف كوثر دقاؤنا يتجدد غدا شكرا